خلاط الشوور الدفن. ناس كتير بتخاف منه وعموما فيه ناس كتير اصلا بتخاف من اي حاجة تبقى مدفونة زي الاعداء المعلقة اللي بيبقى الفلاش تنك بتاعها مدفونة. بس النهاردة هنتكلم على الخلاط بتاع الشوور اللي هو بيبقى الدفن في الحيطة. هو فكرته بسيطة جدا والموضوع ما فيش فيه تعقيد ولا حاجة. الخلاط العادي بتاع الشوور العادي بيبقى الخلاط وطلع منه اللاي بتاع مصطرة الدوش اللي بتبقى متعلقة على الحيطة. بس طبعا في بعض اشكال سيراميك او حج او رخام ايا كان انت مشطب الحيطة بتاعة الحمام او الحيطة بتاعة الشاور دي ايه? ما بيبقاش لايق عليها قوي شكل المصطرة بتاعة الدوش. وطبعا مصطرة الدوش في منها اشكال كتير بس مش كلها بتبقى مدينها مظهر شيك وشكل حلو كده للسرامين. فخلط الدفن بقى اللي بيبقى ظاهر عندك اللي هو الميكسر نفسه اللي هو بتاع التحكم في المياه. هو ده بس اللي ظاهر والسماعة بتاعة الدوش اللي بتبقى فوق. وطبعا في اوقات بيبقى لها اشكال كتيرة جدا واشكال مختلفة وحاجات ديكورية وفي حاجات بقى فيها اضاءة كمان بشكلها شيك وشكلها تحفة ومدية اضافة وشكل غني للحمام بتاعها. والموسير اللي بين الخلاط ده وبين السماعة بتبقى موسير بولي عادية جدا مفيش فيها اي مشاكل الناس بس متخيل انه عشان حاجة دفن ممكن يحصل فيها مشكلة او في الصيانة بتاعتها وكده. ايه موسير بولي وكده كده كل موسير الحمام عندك بتبقى موسير بولي قدفونة في الحيطة فما فيش منها اي خوف. ده غير انه اصلا خلاط الدفن ده نادرا كمان لما بيحتاج لصيانة. والصيانة او التغيير بيبقى سهل جدا ومش محتاج تكسير في الصناميك ولا حاجة. وكمان بيبقى فيه نظام اللي هو مانع لانسداد معشان ما يبقاش فيه اي سدد بسبب المشاكل بتاعت المياه. طبعا بننصح انت تشري انواع تكون كويسة زي جروهي او روكا او بقى الانواع اللي هي المركات اللي هي بتبقى شوية والاشكال بتاعتها اصلا شكلها شيك. هتلاقيها ما بتقوزش خالص. النيكل بتاع الخلاط نفسه ما بيحصلش فيه مشاكل ولا اي بقع ولا اي حاجة. تقدر طبعا تختار الشكل او اللون المناسب للحيطة عندك اللي انت مخصصها للشوار. ده غير ان انت لو عمل الحيطة نفسها في ناس بتحب تعمل الحيطة بتاعت الشوار بدكور مختلف سواء كانت رخام او حجر او حتى سيراميج بشكل مختلف اضاءات ليد بطريقة مختلفة يعني. وطبعا اضاءات الليد دي ناس يعني بالاسب في ناس كتير بيتخاف منها وهي مفيش فيها اي مشاكل خالص لنهم تبقى اتناشر فولت حتى لو المية جيت عليها عمرها ما هيحصل فيها اي كهربا او خلل في الكهربا او حاجة زي كده خالص. فبيبقى شكل الخلاط بتاع الشوار الدفن ده اشيج بكتير من الخلاط العادي وسماعة الدوش اللي هي بالشكل التقليد. حبينا بس نوضح المعلومة دي عشان في ناس بتبقى قلقانة وخايفة من خلاط الدفن. هو طبعا بيقارنوا الموضوع شوية بالفلاشتانك بتاع الاعداء المعلقة ان هي بتبقى دفن وبتحتاج سياناته كتير وان شاء الله هنتكلم عنها برضو في فيديو تاني ونوضح مميزاتها وعيوبها بالتفصيل. تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده وسبسكرايب للقناة واتفرجوا على بقى الفيديوهات اللي قبل كده على القناة. كان معاكم مهندس محمود الشامي والسلام عليكم الله وبركاته.